هذا وأوضح وزير الخارجية الكويتي ورئيس الاجتماع الشيخ صباح خالد الصباح أن الاجتماع الاستثنائي عقد استجابة لطلب المملكة لبحث تداعيات الاعتداءات التي طالت سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد ينعقد اجتماعنا الاستثنائي اليوم استجابة لطلب المملكة العربية السعودية الشقيقة لبحث تداعيات الاعتداءات التي طالت مبنى سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد وإن تجاوب 37 دولة من الدول الأعضاء لهذه الدعوة ومستوى التمثيل العالي الذي نشهده في هذا الاجتماع يعكس بشكل واضح الأهمية التي توليها الدول الأعضاء لهذا الأمر الهام وفي الوقت الذي نؤكد فيه على ما ورد في بيان منظمة التعاون الإسلامي الصادر في 3 يناير 2016 من شجب للاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد فإننا نجدد الدعوة للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاطلاع بمسؤولياتها في توفير كافة أوجه الضمانات لحماية البعثات الدبلوماسية الموجودة على أراضيها والالتزام بمجمل القوانين والمواثيق الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر